ايه زيكم شباب معكم حلقة جديدة مع اسي تيوب جيميج نشوف هنلعب اللعبة جي تي اي في والنهارده هنعمل حاجات جميلة جدا بصراحة انا في عربية عجباني عايزة اجيبها العربية دي انتم ممكن ما تعجبكمش قوي وفي ناس ممكن تعجبها دي عربية بصراحة كلاسيك بس شكلها حماس وبصراحة قبل ما امتدي ايه رأيكم في الطيارة طبعا دي الطيارة اللي كنت جالي مجانية عدلت على اشكالها وكده وانا النهارده ايه وبصراحة اعدل على العربية اللي عايزة اجيبها النهارده ان شاء الله هشتريها وهعدل على طبعا ما احب لعبة جي تي اي في ما تنسى ناشى اقوى لايك ويادي تشترك معنا في كانون ترسة جديد معنا وانا دلوقتي موجود في الهانجر وبصراحة عايزة اروح على الشركة فمحتار اركب انا طيارة خانكة بالطيارة المجانية دي انا عايزة اروح على الشركة علشان عايزة اقدم الطلبية لان انا اجيب كم حاجة النهارده وبازن الله هتعجبكم جدا وانتو اما تشوفوا العربية تقول ايه يا عم العربية تعبانة دي ويفتاع بس بعد ما تتعدل عليها جدعان بصراحة حواريكم قبله وبعد انتو اللي هتشوفوها وتحكموا بنفسكم خانينا نجمين طياراتنا احسن مش هنسرق طيارات النهارده بخانينا ناس محترمة اي واحدة ناس محترمة بنسرقش طيارات ودلوقتي حنروح في هانه مكان حنروح لمقر الشركة بتاعتنا ومال الدنيا زحمة كده على الخريطة فيه ناس عملت بدي حاجات بتجيب حاجات شكلة حقلب اف ستاشر واجلت المجدعان مش عايف ليه ما اجي نشوف الحاجات دي بتحمس يمانا الطيارة بطيقة كده بس شغير شغير اولا ينفع اركنا فوق الشركة انا اي طيارة بعدي فيها فوق الشركة على طول بقدر اركنا الطيارة مش اركنا يعني قصدي انزل بيا فخانينا نوصل للمكان بس والله رغم من الطيارة دي يعني مجانية بس والله ما شاء الله عليها سريعة يا جدعان والله ما انا الطيارة بتروسكو ده ليه والله جدعان غريبة الطيارة بص تنزل وتطلع ازاي ما شاء الله عليها والله سريعة انت انا قلت لأ انا بقى وحشة وكده بس طلعت كلها حماس يا رب ما واحد بينقوطني في واحد هنا في واحد هنا يا جدعان تشكلوا مموت ناس فتحتها على مداجس هشوفوا الطيارة تحتشها يخاف صح يا هفكر اني جاي مموتوا يا بس يا عام يا الحمد لله وصلنا للشركة اه هي الشركة في الوشة يا جدعان اجمل شركة يا جدعان بس مختارة بقى بسط المدينة وبتاع ومزبطها يعني من جمهة بس ناس بس السكرتير هو اللي كان بيتدلع شوية بس الحمد لله بداية عيدة اهو ما عارف لانا هكرشو خيف اهو بس في ناس عند الشركة كتير كده ينفع اجرب كده هجرب انا مش عارف ينفع يا عمي نطي عمي سيبها على الله لا 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 اوه والله استاذ يا سلام عليك بطل يا سلام عليك اي خنة ترى بتاعت ريسة طائرة انفجرت يا جدعان مش مشكلة ممكن نيبقى نطلب الام هنطلب مين هنتبع البيت مرسي دي ولا اسمها مرسي طبعا بتطلبها بتقول انا عايز دعم اوه الشرطة جت للا اشتح هتجبني فين هتطلع لفنصة واحد اقول انا عايز بس الطيارة دي اللي كان فيها مشكلة هتدفع حوالي الف بس وترجعها لك مرة تانية للمكان الهنجر فانت هتروح للطيارة دي زي التأمينات بتاعتك على الطيارة المفروض انزل تحت اشان قدر اخش الشركة صح وفي نفس الوقت اشان النجمة هو مكان الشركة خش يا عام الشرطة لسه النجمة مرحلتش والله يا جدعان لازم مستنى لأ بتستهبره يا الشرطة شايفاني من هنا يعني ازاي بيقول لك ما ينفعش تخش الافس دوات شقدر اخش ترى ما النجمة بدأت تناور وتدفي هو ده الصح طبعا هندخل الشركة هنشتري شوية اكل فهقول له ايه خش الافس وبعد كده هنبدأ بقى نشترك دعان الشحنات بتاعتنا فيه شوية شحنات ممتازة يا سلام يا سلام طبعا في حاجات عليها عروض وفي حاجات لا الحاجات اللي عليها عروض سعرها بصراحة اجابني جدا وانت عتشوفه تحكمه بنفسكو بس حبيب اسكت خالص اسكت خالص احنا بص خلاص مخلقين منك ايه ده هنين يجيب اه يقدر يدينا حاجات شوف شوف يقدر يدينا حاجات الحاجات دي اول مرة اشوفها بالنسبان انا وممكن يدينا عربيات لا ماشي دي معروفة والسنيكس دي دي معروف بيها هو فتح كوشك يلا نجمع ناخد شوية الاكل طبعا اكل بتاعي خلاص لاني كنت بصراحة بأعمل كده كان مهمة في السريع فالعصابات بهدروني والله يا جدعني اتبهدلت كتير بصي بصيلي ازاي اه عشان كنت حكروشك صح ببصيلي بنص عين كده من ورا الكمبيوتر على فكرة احنا الناس اتفقنا على كده انا والناس اتفقنا احنا كنا على كروشك ونجيب واحدة بدلك بس المراجة هنسيبك يعني انا انا اسف وبتاعه واخلي بالي في الشغل وكده بص جرش في عفاية من نفسها عبيت تستهبل والله والله انتك على عفاية في الوقت الحمد لله اكل بتاعنا ممتاز ناس بس الاسماء مش عارف ايه ومدرك ايه 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 اعزين ناخد منها شوية محترمين والله يا جدعين فيه بالزبط عوريكم الحاجة كده الاكل كويس خلاص يا زيفت انت انا بتجن من صوتك بصوا مش بصوا اعرفنا بصراحة مصدعنا ايه عزي اواريكم ايه هنخش دلوقتي على النت بصراحة اواريكم اجد عنا قصدي على ايه لان بصراحة في حاجة محمسانة جدا لو نزلتوا هنا الحاجات دي احنا عارفنا بصوا كده انا العربية دي عليها خاصة كانت بالف مليون قصدي وامتين بقت بتسعمائة وتلاتين ودي انا معايا العربية الاي بي سي عمل عليها خاصة بعد ما اشتريتها يا ظلمة يا ظلمة والبتاع دي بس مش عاجبني على عرض بتاعها قوي يعني العربية دي بصراحة عرضها ممتاز وعربية بصراحة خرافية بس في حاجة بقى عجباني جدا شايفين يا جدعان الدبابة الدبابة معايا رشاش كانت بمليون ونص بقت بتسعمائة يعني انت هتوفر حوالي ستمية فحاجة ممتازة انا بفكر انا عارف انا بتركيبش غير واحد بس ومش مطلوبة قوي بس هتحس اللي فيها حماسة ومص العربية دي طبعا دي ما علاش اي خاصة ومين تاني عليه مفيش حاجة على اه دي بس مش جامد يعني بس برضو زي ما قولت لكم دي لو تشغلوها او تربطوها مع تعملوا مطحنة في السيرفر يا جدعان عايزكم تجربوه الله عربية بصراحة دي محمساني بفكر اجيبها اياه والدبابة خانينا بس النهاردة هنجيب الحاجة اللي احنا بصراحة عايزينها وطبعا نزلت وشكلها تعبان هي العربية دي شوف قبل وبرت بعملها ازاي خانينا نشوف العربية دي شايفين شكلها اعمل عزيك انتعان من جوة شكلها كلاسك وكده وبقول لك اللزبيت بتاعيت انا ازا اعرف بس اللزبيت بتيجة العربية دي عاملة ازاي اللزبيت بتاعتيها ع Landesregierung بس Foreign biz كمان يعني الليót تعاني قلوب ولك تختار اللون اهم مش عارف والله ايه راييوكم في اللون ده انا بفكر يخلي اللون والاسود وهنعمل طلبية هي بكام دي بتمينمية خمسة وتمانين ماشا هناعمل وطلب وبقولك انت عايزها فانا هو حدها فانا اقول له فالأوفيس وهاس خصب مني الفلوس. فخلينا نطلع كده برا. دخلت الجراش طبعا لسه العربية لسه هزبطها وحزعمل حاجات خرافية. بس اهم حاجة جدا يعني العربية جت لنا. بص المنظر بس ايه ده? ده انا طلبته اسود. هو ما انا عاطي على كرومة كده ليه. بس العربية بصوا بقى. العربية قبله وبعد. انا هركبها بس في الاول. علشان هنزل بيها واريكم شكلها عمل ازاي قبل ما اعدل عليها. لان بعد التعديل هتبقى حاجة خرافية. سمعين سوطة العربية? والله سوطة حماسة جدا يعني. حامش يبقى شوية صغيرين بس. عشان اماريكم شكلها. خيس. انت فتح الباب لمين? نوع من الحارس ده اللي انا هجلده لما افل حاب الباب. افلين العربية جدا يعني? اهي من قدام ومن وره شكلها يعني نصكم. بس بعد كده لما نيجي بقى نعدل عليها يا سلام. كله اقول يا ريتني كنت جبتها. او يا ريتني اه اللي انا اجيبها وفوحة طيار بالطيارة ربنا يوصل ما يجلدناش واحنا بنستعرض بنستعرض العربية. طبعا دي العربية اهم. جراركم من وراء من قدام ممتازة. في رأيكم? بس كده هرجع بقى للشركة بلما واحد يقوف احنا من يحوم بالطيارة والله. واحد ما جنينه عملي احدى في قناة بلا يا عم. مش احسن يا عم. يلا بقى نروح للشركة بتاعتنا ونخش الجراج. شكل وراء سيء الطيارة ده شكله هاكر. اعمال يتيروا من لجلك بتاعة عينا. بس انا بصي ده اوه على اوه على الهس. نط زي الضفل يا خاف احسن ندوس خاف على عمره. يلا طالعين دلوقتي للشركة. ويا حنبدأ التعديل على العربية طبعا وردتكم مستعراض بسيطة. وايه العربية من ناحة اليمين ومن ناحة الشمال. ودلوقتي بقى نخش على الحماس. ايه يا جدعان وشايف اللي العلب يحصل لها ايه? والله شكله هاكر فزيل. للوغلا بيمسك العلب يجلده. طب الحمد لله اخرجنا من المعجنة دي. نركب دلوقتي. اه ونخش على التعديل. خلاص بقى في لسه حد قاعد. تقول لي اهلا بيك منور قسم التعديل وعايز تعدل ايه? استني بقى. اصبرها عليها واحدة واحدة. لان احنا عايزين نعمل حاجات كتير. فحنعمل دلوقتي الانور هنخليه مسلا ده هنعدل عليها. سنشوف بس الشكل هنا ماشي. كويس هنا طورنا عليها. كويس طورناها وبعد كده هنشوف البريكس. اه هنشوف بقى الاسبورت ولا مش عارف انا ايه الفريق بين امريتك دعاني تكتبولي. بس هنا برضو لقى بالرنك. طب استني اجرب ده خلي في الاسبورت. كويس خلينا الاسبورت بس الاسبورت اغلى. انا خلي كل حاجة ان شاء الله احسن. هنا الشكل بقى الخارج يا زعيم. لسه بقى لسه الشكل العيد. خليلها مسلا كده. بعد نخليها اخليها كده احسن. تبعوضش شوية. سبع تلاف ودي عشان الكلمة دي يعني. آآ مش عارف يعني. شايفين انت فيها حركات. مش عارف انا ايدي معنا ايه? فخلينا احسن في اللي عارفه. ممتاز وهنشوف دي انظامها. اوه يا جدعان المنزر الخلفي من ورا عامل ازاي? تمام. انت هتكرر تعمل ايه? اخترنا دي وبعد كده. هنشوف المطور طبعا نختار احسن حاجة. عشان لسه لفي الصغير فلسه مش عادر افتح المطور الثالت او الرابع. هنشوفها هنختار انا واحدة من هنا. اه مش عارف بصراحة دي شكلها كويس. دي شكلها كويس انا اخدت دي فخلينا في دي كويسة. آآ تمام وبعد كده انا قصت لنا ايه? نشوف الكفر. اوه يا جدعان شايفين الكفر بتاع الكشفات. شوف شوف. بعارف. طب مينها من غير كفر افضل ولا الحيرة بقى. الحيرة يا جدعان. طب ايه الفرقة من ده ومن ده? شوفوا هما الاتنين واحد ممكن في الجودة ده اقوى من تاني. خليها زي ما هي. هنشوف بعد كده. خلي اللايت ده على جامع. يعني خلي اللايت ده لو هنحميه. ملوش اي ستي لازمة بالنسباني. آآ. وهنا البتاع دي الحاجة بسيطة. طب الفائدة عرباش هنقدر اشوفها. آآ زي في زي حدتين كده صغيرين. برضو من النسباني مش هايفها عادي. خليها زي ما هي عادي وحنشوف دلوقتي الكلاكس بتاعنا. احنا حاجة ده. وخلصنا الكلاكس وحنشوف اللايت. آآ والاضاءة كويس هنخليها دي عشان الاضاءة الليلية. وبعد كده هنشوف دي كمان اوه وبدأنا بقى الحماس بعضون بقى نشوف شكلها من فوق. يا سلامة على الاشكال يا جدعان. في شوية اشكال والله يا جدعان. والله منظر اخره. لا ده انا ده ده هجيبه وش. العربية اختلفت مئة وانين درجة. لا لا اوه. نار نار نار. يا معلم بص المنظر. العربية هتمعفنا. الله عليك. والله بص الحمد لله لسه 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 هتشوفوا العجب دلوقتي. وازع دلنا الشكل بتاعها وبعد كده هنشوف حاجة اسمها العربية نقدر نرجعها مرة تانية نكلم التأمينات حتى رجعنا العربية فانا هقوله بقول لك اوه فيها هي طب تقول لسه لليه طب حيلو لليه فيها يعني انت زعلان. اه هنا بقول لك هتغير المرايات. اه اكيد يعني مش هخليها نفس اللون. اخليها ماشي مع اللون الاسود. لا 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 ينفع اخليها ماشي مع اللون ده. لا انا مش شاف انا شاف الاسود افضل. فانا هختار الاسود. وبعد كده هنختار هنا هنشوف المنظر. اه هنا بيقول لك كلها الواح. ام عايزين واحدة كانت تكون خصوصية. فهنجيب واحدة لها بمسطمية. اممتي از اختار ممسطمية ولاك اللي هنا تعمل الاسبري. او عندك العلوان الاساسية او عندك العلوان الفرعية. طب خلينا نبص بص هنشوف هيختلف في ايه? اللي انا هنغير في ايه بالزبط. انا عايز اغير بصراحة الكبوت. انا عايز اغير الكبوت لو ينفع. خلينا نشوف بس هيغير الاول في ايه? اه حلوة يا جدعين. ايه رأيكم? ايه رأيكم يا جدعين? تمشي تمشي مع اللون بالكامل. بص المنظر اختلف. بس انا كنت عايز اللون الاسود. اه اللون القهوة كده هيبقى ماشي بس عايزين انا عارف بس الكبوت ده ينفع نغيره. انا بقى ده في اللون التاني. نشوف كده في ايوة صح. ايوة صحة كده. صحة كده. الله عليك. والله يا جدعين. عمست جدا. يا جمال. طب انا انا خليته اسود. والعربية من هنا اسود هتبقى شكلها ايه رأيكم? يعني انا خليت هنا اسود اسود. بصراحة مش عايز اخلي الكبوت لونه البتاع لون. كيف المنظر? منظرها خرافة يا جدعين. بس لما يكون الاولان هنا بتختلف. خلينا نفاكرين بس اللون ده. آآ خلينا برضو نغير. مش تبقى. لايه اقوي الكبوت بصراحة مش شاف لو لايه. خلينا اللون ده. كويس. انا بصراحة رأسيت عليه. هو عجبني دخل دماغي قوي قوي قوي. كويس. عدلنا على العربية. وكمان هنغير من الجو والحاجة. عايزين نشوف الطابلوه هنغيره ازاي? هنخلي الطابلوه. لا بقى حركات بقى الطابلوه من جوة كده كده وبتاعنا من جوة مش عايزين حاجة غم. نخليها بالاحمر. ايو عايز بقى الاحمر الفائع. الاحمر الفائع. مش لاقيه والله. يعني انا ماشيين لحد ده من شاء الله نجيبه الاحمر الفائع. لو ملناش ممكن نجيب الاحمر العادي. بس كان نفسي. اوه حلو. لا بس مش لاقي من جوة. لما يجي حد يركب يبص على رابطة كلام عفرة. ولازم نخلي علمان متناصقة يا شباب. الاحمر ده عجبني بس لو كان بفلون افتح منه ببقى ممتاز. هنشوف ده النزام دي لازم تفتحها لما تكون نيفل بتاعك عالية. انا بصراحة لسه نيفل. اه هنا بقول لك اللام تحط زي منظر كده على الازاز. في رأيك هنشوف كده من جوة المنظر عامل ازاي? ماشي عارف فا ايه لازمته ده. بايس. انا كده ما اعطيتش. اه. والله مش عارف يا جدعان يعني انا بصراحة خليها كويسة. شكلها حلو عادشة منظر. وبعد كده هنشوف الروف. بيقول لك هتغير السقف من فوق. اه هنحط ده عشان الشمس ما تضربش في وشك. هي الاسود احسن. بس ام. طبعا لو هي السادة كده مش تبقى حلوة. بس الاسود. عشان يا زيز ما تضربش في عينيك. هتعمل زي تفهيمة للازاز. فحنخلي المصبع ومية دي. كويس. وحنشوف الباقي. اوه يا جدعان على الحركات. خنخلي دي اه رصاصي مش قوي. هنخليها اسود. هنخليها اسود. اه ولا ايه رعيكم كده احسن ولا التاني احسن. المشكلة لو واحدة ميجي يعمل العربية بصراحة يبقى. خلينا في الاسود. والتاني نخمل التانية مولعة جدا. اوه لا انت كده بتستهبل بقى. العربية تغيرت بالكامل. العربية تغيرت بالكامل للاحسن. شوف 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 ده كده كده عربية سباع. بس انا لو عارف بس معنى الكلمة زي كنت احطها بس انا مش عارف ايه هي فانا خليني احسن. اللي عارفوا احسن ما معرفوش. واخترنا جدعان المنظر الخلفي. ده ايه ده? اه انا عادل العربية ونوطيها. اه انا شايف لها كده كويسة او كده معقولة. اه هنا بقول لك بالسبورت. انت رايزة هنا للستريت. انا خلينا للستريت. بس احنا مختارين الفرامل للسبورت. ممكن نبقى نعدل عليها بعدين. ونشوف هنا هيعمل ايه? انا مش عادف دي بصراحة معناها ايه? فهنا خلينا في الستريت كويس. عشان تبقى مسكة. اه ده سوط المطور بس انا مينفعش اعدل عليه. عشان زي ملتولكم ليفلي لسه انهنا سخنن. خلينا نشوف هنا. ينفع. يا شباب. يا شباب. الاسوت ده كويس. بس انا اخليته ممكن اخليه احسن من كلم. ايه رأيكم? شوف شوف شوف. ده عاملة زي السككين. والله عاملة زي السككين يا جدعان. انا بصراحة دخلت دماغة اول هي فين 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 فين. في واحدة هنا. ودي برضو حلو. عاملة زي حلة في مناظر هنا خرافية. بس عسعارها نار نار نار. اه حلو اول سككين دي منظرها خرافي. مم بس سعرها مولع جدا يا جدعان. يا انا قريب يا الله. والله نجيب. مش خسارة فيها. خلي العربية تكمل. في الوقت نقدر نغير حاجة تانية. ممكن نغير الاطارات. انا غيرت كل حاجة في العربية. ممتاز. قائلنا الاطارات. عايزين ننفع نغير. ده كمان. اه نخليها نخليها بروفنا خلاها زي ضد الرصاصة او حاجة زي كده. كويس. ونخلي هنا الاسموط طبعا ده هنخليه بالاحمر يا ريت يكون في احمر ويا ربي ما يكونش مقفول. في هنا عندك البلاك وعندك للأسف مفيش احمر. بس في بلاك يعني في الاسود. اه هنخلينا في اه في ريت اهو. بس هنا لازم يكون لفل خمسة ستين. خلاص خلينا في اللفل الخمستاشر هنخلينا في البلاك. وبعد كده هنخش عليه نوصل الشبابيك. العربية صرفنا عليها بس بص يا جدعان. حفاية من ازاز. حفاية من ازاز هخليه كله بالاسود. اوه على الحماز شوف الفنزر. كده قبل وبعد يا معلم. كده العربية بقت خلاص. حركات وشغلة عالية. كده احنا خلصنا كل حاجة ما فيش اي حاجة تانية. ممكن نعمل نطلع برا الجراش خالص. نطلع نشوف بقى. ايه ده? ايه ده نعمل ايه هنشوف حاجة كده مية مية. يلا بقى دلوقتي جينا لمرحلة التجريب. نشوف العربية عاملة ازاي وحركات. سامع على حاجة رسالة. سامع على. ولا هو يقولي لأ. خيب اطلع له السلاح. بصوا يا جدعان العربية وجمالها. بصوا العربية اختلفت مية وتمانين درجة يا جدعان. عايزين نشوف سرعيتها. هنتلع دوقتي نجربها. هنشوف سرعيتها عاملة ازاي? العربية ممتازة. الله خرافية. بس نخلي بان احنا ماشينا عالطريق. يا سلام على الحركات. يا سلام. العربية بجد بقت حاجة تانية. بقت حاجة تانية بعد التعديل. وعلى فكرة الاطارات بقدت دل الرصاص انا عدلت عليها وخليت دل الرصاص. هوريكم تيست دلوقتي. نف هنا على جنب. ممتاز. هشوفوا الاطارات بعد ما عدلت عليها نجيب الرشاش مسلا او نجيب مسدس. هبصنا ما اجي اترب على الاطار. واني? هبص. ولا بيتأثر يا زعيب. الاطار زي الفل عشرة العشرة. وبصراحة العربية بقت ممتازة جدا. طبعا رجل عايز اتصل بي وعايز اصحبني انصلا. مصحبش حد. دلوقتي هنعمل بقى حاجة قبل ما اخلص. انا بصراح انا كان نفس العربية دي اجيبها واعدل عليها بصراحة خلتها عشرة العشرة. انتو برضو اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. فانا هروح دلوقتي احطها في الجراش. عشان تشوفوا اسطور العربية بعد كده اللي هنعملو. طبعا دي البداية لسه هنعمل اساطير عربيات واساطير طيارات لسه هتشوفوا بلاوي سودة. ان شاء الله. استنى كده. او عرب اسكوتة انا. والله ما ما مشوفني. لازم كله عربية خليم قلق كده. بساعة باجي مغلص عليها جاءت له وجه داخل المكان بتاعنا. بس النهار ده مش هنقتله. رحمة حلوة شوية. بص العربية مسيطرة بصراحة. شوف بقى طبعا دي البداية بتاعت الاسطور. انا عن فكرة عدلت على الكروم حاجات بس بس بسيطة. خليت شكلها احسن. فكده عندنا عربية السباق دي. وعندنا عربية اللي هي الكلاسيك دي بس خلناها طحفة. طحفة. انت برضو اكتبوه لقى رأيكم فيها. وعندنا عربية الكروم وعندنا المدرعة الاي بي سي. اه بصراحة عايز اجيب العرضين دول قبل ما يخلصوا. خلنا اجيبهم وبعدك نبقى نصور عليهم بعد كده يعني في وقت تاني. فخلنا نجيب انا شايف بصراحة الدبابة سعرها كويس يعني مناسبة وانا بصراحة عايز اجيبها لما نستقبل ايه مش كويسة يعني انا نصحك ما تجيبهاش دي بس للمنظرة او تعمل بها حركات عايز تدمر شوية انا كده اجيبتها وبعد كده هنجيب عايز اجيب المدرعة دي هتنفعنا جدا ما يكون معاك صحابك او كده فالمدرعة دي هتفيدك كتير خلينا نجيب واحدة من دي احنا كده كده ما عندناش غير الكوروما فممكن نجيب العربية دي انا شايف تصفحها ما شاء الله تصفحها ما شاء الله هنختار انه لون اه عندنا مسلا اللون مش عارف نختار اللون اللي احنا عندنا الاصفر صح نجرب خلينا الاحمر والليسود لا يبقى الاسود هو كده كده عندنا الاسود خلينا نجرب الاب الاحمر وحنعمل الشراء وبقول لك انت عايزها فين فقول طوله عايزها في الافيس بس ادد لا بقى محدد ليش انت عايزها فين هو واحد فالي في اي مكان ولا ايه طب مش مشكلة طبعا انت بتاخل دوقتي على ما تيجي بس المكان بتاعك بس وقت مش كبير فانا حقف لحد هنا فلو عجبك الفيديو بتنسى نجرب احلى رايك ويريد تشترك معنا في قانون تلسة جديد معنا قول لي اي رايك في العربيات والمدرعات اي رايك فيها وان شاء الله في حاجات تانية احسن ويا شوفكم مرة جاي مع فيديو جديد مع عيسي تيوب جيمينج يلا السلام اشتركوا في القناة